أين مقر الأطفال الذين يموتون بدون تعميد؟ أجاب وقال فمقر الأطفال غير المعمدين لعله المقر الذي ذهبت إليه أرواح القديسين قبل مجيء المسيح من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموائيل وداود وغيرهم لكنهم لا يعذبون فيه وأين ذهبت أرواح القديسين؟ من يقرأ جوابه يعتقد أن أرواح القديسين كانت في الجنة أو في السماء أو مكان مناسب لمكانتهم الروحية العالية أرواح القديسين يا سادة قد ذهبت إلى الجحيم على حسب اعتقادهم ويقصدون بالقديسين أنبياء الله ورسلي والصالحين والجحيم هو المكان الذي ذهبت إليه أرواح جميع الأموات من آدم إلى ما قبل صلب المسيح حيث يعتقدون أن كل من يموت ينزل الشيطان روحه إلى الجحيم يقول سويرس ابن المقفع لأنه بسبب خطيئة آدم كل من يولد يتوكل به روح نجس أي شيطان إلى يوم موته يميته ويحضره إلى الجحيم لأنهم أخطأوا مثل إبليس ويستحقون العقوبة مع إبليس إلى الأبد وفي هذا الجحيم لم يكن الأنبياء والرسل والصالحون سعداء أو مرتاحون بل كانوا يصرخون ويتوسلون لله أن يخلصهم من هذا الجحيم يقول القديس أبي فانيوس ومن هناك من أسافل الجحيم كان الأنبياء والأبرار يبتهلون إلى الله بصلوات حارة ومستمرة طالبين الخلاص من الليلة القاتمة المظلم الذي لا نهاية له الحزين الموجع السائد عليه الشيطان العدو كان الواحد يقول لله من جوف الجحيم أستغيث فسمعت صوتي والآخر يصرخ من الأعماق صرخت إليك يا رب يا ربي استمع إلى صوتي آخر يبتهل أظهر وجهك علينا فنخلص وآخر يتوسل أنت الجالس فوق على عرش الشاروبين اطلع علينا وواحد آخر يصلي يا ربي شددني بسلاح قوتك الذي لا يقهر وتعال إلي وخلصني وآخر بحزن يا ربي ارتي لنا ولتدركنا رأفتك وآخر يصرخ خلص نفسي من أعماق الجحيم وآخر يا ربي أخرج نفسي من الجحيم وأيضا يا رب لا تترك نفسي في الجحيم وكذلك لترتفع حياتي من الهلاك إليك أيه الرب إلهي لقد سمع الله الجزيل التحنن هؤلاء كلهم هل أحلق صراخ وصلوات وابتهالات الأنبياء والأبرار بأنهم كانوا مرتاحين في الجحيم؟ إذن هذا الإله قد يحبس هؤلاء الأطفال الأبرياء الغير معمدين في هذا الجحيم المظلم المرعب الحزين الموجع وإلى الأبد ولكن هناك عقوبة أعظم من الجحيم ومن نار جهنم وهي أن خالق هؤلاء الأطفال الأبرياء رد لهم ونفاهم بعيدا عنه وأغلق عنهم باب الملكوت بل من يقول بغير ذلك فهو يخالف ما بشر به الرسل يقول القديس أغستينوس من يقول أن الأطفال يحيون في يسوع المسيح يقصد الإله حين انتقالهم من الحياة وإن لم يكونوا قد قبلوا سر العماد فهو يناقض على خط مستقيم ما بشر به الرسل ويخط الكنيسة كلها إذن أغستينوس ينفي تماما إمكانية أن يحيى هؤلاء الأطفال مع يسوع المسيح وهو الإله على حسب اعتقادهم وهذه أكبر مصيبة ممكن تحدث لإنسان يوم الدينونة أو القيامة يقول يحنى دهبي الفم معبرا عن مدى هذه المصيبة أعرف أن الكثير يرتعب من الجحيم لكني أقول لكم إن السقوط من مجد السماوات هو أشد عقوبة وأكثر مرارة من الجحيم إن بولس الذي يعرف كل الأمور الحسنة لطالما يقول إن الأسوأ من الكل هو أن يحرم المؤمن من مجد المسيح هذا ما سوف نعرفه حقا عندما نبتلى بهذه المصيبة بالتأكيد نحن نطلب من ابن الله الوحيد أن لا نعاني أبدا مثل هذه الكارثة وأن لا نذوق هذا العقاب الذي لا يستطيع الخاطئ أن يهرب منه الجحيم وجهنم هما غير محتملين بالتأكيد ولكن إن أضفت آلاف الجحيمات لن تستطيع أن تعبر عن كم هو مرعب أن يفقد الإنسان مجد المسيح بأي دمب يترك هؤلاء الأطفال الذين ماتوا ولم يتم تعميدهم يعانوا من هذه الكارثة والمصيبة والله لو إنه لا يوجد شيء يشكك بالمسيحية إلا هذا لكفى هذا يطعن طعن مباشر في عدالة ورحمة الإله ومن لا عدالة ولا رحمة ليس بإله إذن أعزائي المستمعين مصير الأطفال الذين ماتوا ولم يتم تعميدهم إما أن يطرحوا في نار جهنم وهذا الأرجح كما بينا أو يحبسهم الإله في الجحيم بعيدا عنه وكل حكم أشد ظلما من الآخر نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام الذي اعتبر كل طفل طاهر نقي من الخطايا وعلى الفطرة والفطرة هي الإسلام أي إن كل طفل مسلم بغض النظر عن دين والديه وثنيين أو يهود أو مسيحيين فإذا مات هذا الطفل مات مسلما وأستشهد على ذلك بحديث واحد في البخاري ولولا إني أخشى أن أطيل في هذا الفيديو لاستشهدت بأكثر من دليل حديث البخاري حديث طويل لكني أختصره لكم وهو حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أطفال وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين هذه هي العدالة والرحمة الحقيقية وليس من يطرح الأبرياء من الأطفال في نار جهنم لمجرد أنهم لم يصلوا إليه عن طريق المعمودية التي اشترطها لا عدل ولا رحمة وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشت أن هذا الإله مزيف وإلى هنا وصلنا لنهاية هذا الموضوع ولنا لقاء مع مواضيع أخرى إن شاء الله أستودعكم الله شكرا لكم